مرحبا مواليد برش القوس معكم كارمين شماس بدي خبركم عن الأسبوع اللي بيبدأ 29 نيسان أبريل وبينتهي الأحد 5 أيار مايو هيدا الأسبوع مننهي شهر نيسان أبريل ومنبدأ شهر أيار شهر جديد تأثيراته مختلفة كليا بهيدا الأسبوع يبدأ مطلعه بيبدأ بشوية تقلبات شوية مسئوليات بينتصف مع أخبار سارة جدا أنتو بحاجة لألة وبينتهي ببعض المتطلبات يلي بدون يشغل عليها لا يوجد تأثيرات سلبية إجمالا عن مواليد برش القوس بهيدا الأسبوع الثانين والثالثة آخر يومين بشهر نيسان أبريل في عنا الأمر موشور ببرش الحوت البيت الرابع بالنسبة لألكون البيت الرابع بالنسبة لألكون هو البيت هي العائلة وكمان هو الهجرة وهو تغيير موقع الإقامة يمكن زيارة يمكن رحلة أصيرة مش بالضرورة هجرة طبعا وأيضا فيكون إلو علاقة بالولاد بالاستقرار وإلو علاقة بنوع من احتفلات معقولة تكون أو اهتمامات عائلية وشخصية هلأ الشمس الموجودة ببرش الثور هي تعني الشغل والتعب ويمكن بعض الأمور أعطال منزلية أو اهتمامات صحية وبالتالي فينا نقول أنه تنين وثلاثة يومين رح بتكون فيهم الأمور عم تركض ركض للاهتمام بمسائل عائلية يمكن بالمنزل في عينكم بعض الأمور عم تشتغلوا عليها يمكن حدام بالبيت بحاجة لمساعدة مساعدة يمكن بيدرسهم يمكن بسحطهم يمكن بحاجة لألكون لتابعوهم تهتموا فيهم أو يمكن بيساعدوكم بشغلكون أيضا فالتانين والتالاتة نهاية شهر نيسان أبريل معقولة تكون شوي عم بتركتكن وبدأ ندفت اهتمام وترتيب للوقت حاولوا تنهو شهر نيسان أبريل بيرواق وبهدوء مدوما تختلفوا مع حدا مدوما تزعلوا ولادكن واشريكم الحياة أو أحبائكن الأربعة واحد أيار مايو يوم مقصوم إلا قسمين يلي عم بتابعني من أوروبا من أفريقيا من الشرق الأوسط لأنه الأمر موجود ببرش الحوت يعني نفس الجو نفس جو التانين والتالاتة حتى ساعة وحدة وخمسة وعشرين دقيقة ظهرا بتوقيت بيروت يعني توقيت العالمي الساعة عشر ونص أو عشر وخمسة وعشرين دقيقة توقيت العالمي صباحا بينتقل من بعدها الأمر لبرش الحمل يلي عم يتابعني من القرى الأمريكي كل نهار الأربعة الأمر موجود ببرش الحمل وهيدا أمر ممتاز فموالي برش القوس وين ما كنتوا عم بتتابعوني لما الأمر بيوصل لبرش الحمل الأجواء عنكون مريحة حلوة كتير احتفالية رومانسية بتحمل تقدم بتحمل تغيير إيجابي بلكن بيتطمن وهناك فرح بالنسبة لألكون فرحة لأنكم بتتمموا شيء تنجحوا بمنافسة وبتاخدوا أجوبة مهمة جدا وبالتالي فيكن تقولوا أنه بدأتوا شهر أيار مايو بطريقة جيدة وحلوة الخميس والجمعة الأمر كمانا موجود ببرش الحمل الصديق لألكون وهي فترة ممتازة جدا أو قلبكن ما تخافوا من شيء موليد ببرش القوس اشتغلوا على الأمور اللي بدكن إياها الصعبة المعقدي اشتغلوا عليها لأنها بتنجح لكن تابعوها ما تسلموها لشخص لأنه هالشخص ما بتعرفوا حظه شو نوعه ما بتعرفوا نوعية الوقت اللي عنده إياها الخميس والجمعة الحظ معكن نوعية الوقت عنكن جيدة جدا استغلوا متل ما قلتلكون يمكن يكون فيه تفاهم تفاهم تعاطف معكن نجاح وتبادل للأخبار السارة جدا 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 نصل للسبت والأحد السبت والأحد الأمر والشمس اتنايناتهم موجودين بالبيت السادس عندكم بيت الشغل بيت التعب بيت الاهتمامات وأيضا بيت الصحة ففيكم تقولوا أنه يمكن عندكم بداية جديدة لاهتمامات مهنية لأنه أسلوبكم حابين تغيروه بشغلكم أسلوب درسكم كمان بتعتمدوا أسلوب جديد صحتكم حابين تهتموا فيها يمكن تلعب لكم بل شو نظام غذائي أو نظام رياضي جديد فيه اهتمامات متنوعة فيه عندنا أمر جديد بهيدا الأسبوع ببرش الثور مساء السبت أربعة أيار مايو تحديدا الساعة 11 إلى ربع مساءا بتوقيت العالمي أي فجر الأحد خمسة أيار مايو الساعة 2 إلى ربع بتوقيت بيروت الصيفي أمر جديد برش الثور بيت الشغل وبيت الصحة مثل ما شايفين أسبوع فيه إشياء حلوي فيه اهتمامات وفيه دايما فيه نوع من شغل بأي مسألة روتينية أو مهمة عندكم إيها ما تهملوا أشغالكم أبدا هذا الأسبوع وحطوا كل أشغالكم المهمة لما الأمر بيكون ببرش الحمل الأكثر حظا 5.16 ديسمبر أتمنى للجميع أسبوع حلو تابعوني بالأبراج اليومية كل يوم ساعة 6 مساء أنت ويد بيروت ودعكم باي باي تابعوني بالأمر بإمكاني 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 بالأمر بإمكاني